أنا أبنه من العمري ستة وثلاثين عاماً ولكن أكثر أفعالي خلال هذا العمر غير مرضية فقد ارتكبت الكثير من المخالفات ولما كن أصوم رمضان سوى من عامين فقط وكذلك الصلوات فماذا يجب علي نحو الصلاة والصيام فإني قد عقبت العزم على التوبة الصادقة إلى الله كذلك حلفت أيماناً كثيراً وقد حنثت في الكثير منها ولكني أجهل عددها فهل علي كفارة وكيف تؤدى وأنا أجهل عدد الأيمان التي حنثت فيها أما القضية الأولى وهي تركك للصلوات سنين وتركك للصيام فهذه الفترة التي كنت فيها على هذه الحالة لست على الإسلام لأن من ترك الصلاة متعمداً أو كافر أو أن كان جاحداً لوجوبها أو مقراً بوجوبها وتركها كسلاً على الصحيح فكل هذه الفترة وأنت لست على دين لكن لما من الله عليك بتوبة وتبتع إلى الله وحظرت على الصيام والصلاة فإن التوبة تجب من قبلها ولا يلزم في قضاء ما فات قبل التوبة وأما من ناحية الأيمان التي حلفتها وخالفتها ولا تدري كم عددها فعليك أن تقدر هذه الأيمان تجتهد في تقديرها وتكفر عنها وتحتاط لو قدرتها مثلاً عشرة أيمان تحتاط وتزيد فيها يمين مثلاً وهكذا عليك بالاحتياط تقدر واحتط واترك في المستقبل كثرة الأيمان والله تعالى يقول ولا تطع كل حلاف مهين كثرة الحلف والمبادرة إلى الحلف هذا فيه إحراج وفيه تساهل باليمين فعليك أن تتحرز اليمين في المستقبل وأن تحتاط وتقدر الكفار فيما سبق الله يوفق الجميع جزاكم الله خيراً